في سؤال يا جماعة لما الست بتسأله لجوزها بيبقى بيقتلني انا شخصيا ايه هو؟ لو مدت هتتجاوز بعدي ايه دي السؤال ده؟ في واحدة ممكن تسأل السؤال ده؟ اه اه لا بجد؟ اه 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 هي بص يقولك حاجة دباندز على السيتيويشن يعني دي على حسب الحالة يعني كان عندي حد صاحبي يعني كانت مراته ومريضه ده حاجة فالسؤال لو تسأل من الحتة دي لا ده وضعتها ده وضعتها تاني لانه نفس السؤال على فكرة ايه بس عادي بقى اه فهمها؟ بس هي كانت تعبانة وطرحت عليه سؤال وطرحت عليه انه يتجاوز وهي موجودة أصلا ياه شوفي الجماعة لانه فهمها؟ وهو لا يمكن يعني كده طبعا وهو رفض ورفض ورفض وعمره ما يتجاوز بعديه يعني هي حتى بعد ما توفت يعني لا يمكن يتجاوز طب خلينا نتكلم عن موقف عادي ست يعني طلبت معها دلوقتي تسأله السؤال ده كانت قاعدة موحدة صاحبتها وحكت لها حكاية فالفرلع في عبها او شافت مسلسل من اياهم الكوري والهندي والتايلاندي وفي حكاية اللي واحدة جزها مش حارفة مردت فتجاوز عليها او جاوز عليها من دهراء فقامت كده شدت حلها وسألته قالت له يا محمود لو موت دلوقتي تتجاوز علي الإجابة النموذجية هي ايه؟ لا هو دخل يجع اليومي قبل يومك بعد الشر عنك حببتي ولا ايه؟ الستة لو عايزة تجيب الراجل تسأله السؤال بطريقة دي يعني تسأله له هو ده سؤال ملفوف تريكي يعني تريكي اي ستة الراجل حتى لو بيحبها بدرجات قليلة او عالية او بتاع لو قالت لأي راجل في الدنيا السؤال ده هيقولها لا يمكن اتجاوز عليك دي الإجابة النموذجية حلو مستحيل برافو صح وهي دي الإجابة اللي احنا عايزة لأنه الراجل خلي بالك بيبقى في فترة من الفترات في الجواز بيبقى بعد فترة يعني بيبقى بمثال الاب برضو صح سؤال لأب اكتر ما هو سؤال لزوج يعني فهمها انت حبيعني يعني فالإجابة يا جماعة ما تبقاش إيه الهبل اللي انت بتقولي ده ايه ده انا بتشائم من الأسئلات دي لكن لازم تكون إجابة مطمئنة زينا مواطع مواطع